طيب أنا موافع ماشي طيب الصعف طبعا كلها اهتمت بهذا اللقاء المهم جدا مجلة الهل اللي صدر اليوم الرجاء السوبري أهلي في حدث لعيب النادي الأهلي والجهاز الفني على ضرورة الفوز أو السعي بقوة للفوز بهذا اللقب البعثة برأسها الكابتر محمود الخطيب وتسافر بطموحات كبيرة إن شاء الله خاصة وإن بيتسو مسماني صورة الغلاف في هذا العدد الأفضل في أفريقيا الإعلام الجنوب أفريقي أجرى استفتاء على المدرب الأفضل في أفريقيا ففاز بيها بيتسو مسماني خلال 2021 إذن بيتسو مسماني المدرب الأفضل في أفريقيا ده شيء يحسب للنادي الأهلي والمستر مسماني المصر اليوم قال الأهلي يحفز اللعبين بالمكافآت الخاصة قبل السفر الأفريقي الحقيقة لعبة الأهلي مش محتاجة تحفيز هي عارفة قيمة البطولة وعارفة قيمة التوقيت والأهرام قال الأهلي يرسل الملف الطبي لللجنة المنظمة لمونديال الأندية ده الصحافة المصرية سريعة لكن الصحافة المغربية بصين للمسألة زيلة أنه الرجاء نادي جمهيري كبير جداً له كل الاحترام والتأدير موقع البطولة المغربي قال الزينيتي والحفيز والنهير يتدربون تحت قيادة السفري تأهباً لمواجهة الأهل المصري التلاتة خلصوا مع منتخب المغرب في كالس العرب فضلوا موجودين في الدوحة زي مبادر بنون نجمينة فضل موجود البطولة المغربي قال غيابات وازنة تسقل كاهل الأهلي قبل مباراة السفر وازنة يعني تقيلة توزن هي وازنة غيابات وازنة تسقل كاهل الأهلي قبل الصبر الأفريقي أمام الرجاء وأكد موقع البطولة المغربي أنه إصابات كلهم من محمد الشناوي ولعب الوسط حمدي فتحي بسبب الإصابة إضافة إلى أيمن أشرف وصلاح محسن ومحمود متولي وعلي معلول وأحمد عبدالقادر اللي تعرضوا للإصابة خلال مشاركتهم مع منتخبات بلادين في بطولة كأس العرب طبعا المسألة ما هيش دقيقة لأنه لمحمود متولي ولا صلاح محسن ولا أحمد عبدالقادر كانوا مع المنتخب لكن طمناكوا على حالتهم موقع تلتمائة وستين المغربي أيضا قال عرض يوربك بنون والأهلي قبل الصفر ضد الرجاء قال الموقع المغربي أنه تقارير إعلامية كشفت اليوم بأن بدر بنون مدافع الأهل المصري تلقى عرض مغريم من فريق قطري دون الكشف عن هويته وحسب المصادر نفسها فإن تألق المدافع الرجاو السابق مع المنتخب الوطني الرديف خلال فعاليات كأس العرب بقطر جعلت فريقا قطريا يقدم له عرضا كبيرا من أجل الانضمام له خلال المركات الشتوي المقبل قالت الموقع المغربي قال حسب المصادر فإن الفريق الأهل المصري يرفض في الوقت الحالي كل العروضة التي يتلقاها مدافعه بدر بنون بالنظر إلى حاجة الفريق لخدماته طيب مباراة السوبر بين الأهل والرجاء دي مباراة مهمة جدا حبينا نشوف بعض الأراء المتنوعة جريده فاكرين جريده مدرب الأهل وقد إيه فرحته الجنونية بهدف عماد متعب التاريخي وإزاي جريده هو جريده مرن الرجاء مرن الرجاء فأرليه رأي مهم لقناة الحياة عن الأهل نشوفه حضرتك مسكت الرجاء المغربي ومسكت الأهل شايف مين الأقوى في الفترة الحالية ومين اللي ممكن يكسب المباراة نعم كنت في الأهل وكنت في الرجاء وأعتقد أن الأهل دائما لديهم أيضا مديرين ومحترفين في كرة القدم من ناحية الإدارة وميزة كبيرة للنادي الأهل كمنظمة وكهيئة مؤسسة كبيرة الأهل وأيضا لديه جماهيره الرائعة في كل مكان يشعرونني دائما بأهمية النادي بالنسبة لهم ممتن كثيرا للنادي الأهلي وذكرياتي رائعة جميلة معهم من يكسب الأهل ولا الرجاء لا أعلم في الحقيقة كرة القدم يمكن التنبؤ بها لا تستطيع أن تتنبأ من سيحقق الفوز في أي مباراة ربما في هذه اللحظات الأهلي لأنه يحافظ على نفس كتيبة اللاعبين سيكون لديه اليد العليا ولكن هناك غياب أيضا سوفيان رحيم أنا طبعا معه مهما يعني الأوراق راحت في اتجاه فريق لكن لا أحد يستطيع إطلاقا أن يتكهن من البطل هو كان حد في 2006 يقول أن برشلونة يخسر من انترناسيونال في وجود رونالدينهو اللي انترناسيونالي ده كسب الأهلي بالصدفة وكل الناس قالت كان الأهلي أكثر جدارة بالوصول إلى المبرانة النهائية فالكرة فيها كده فيها أنك أنت ربما حد يوفق من فرصة أو كرة مرتدة والسيطرة لا تتيح لا يفريق آخر يعني ضمان المكسب لكن الأهلي ظروفه صعبة وفي الظروف السعبة يظهر معدن الأهلي